الحمد لله على نعمة النادي الأهلي الحمد لله على نعمة رئيس النادي الأهلي وحسن خلقه وعفة لسانه وتواضعه الشديد وحب الجميع له الكبير قبل الصغير الحمد لله عندنا رئيس نادي بيعرف يقف جنب لعبته في الهزيمة قبل الفوز وبيعرف يتعامل معاهم نفسيا عندنا رئيس نادي مش بيطلع يشتم لعبته ولا يهاجم لعبته في وسائل الإعلام عندنا رئيس نادي صاحب خلق رفيع وبيتعامل مع الكبير والصغير بكل احترام عمرنا ما شفنا أي إهانات لأي شخص في منظومة النادي الأهلي الاحترام والمبادئ هي السمة السائدة دائما داخل النادي الأهلي الحمد لله على نعمة جمهور الأهلي الواعي المحترم اللي بيقدر لعبته وبيعرف إمتى ينتقدهم وبيحترم نجومه ورموزه ورموز القلع الحمراء جمهور على الحلوة والمرة معاه جمهور كل هدفه أن يشوف فريقه بيكسب ويحقق بطولات مش مستني وجبة مش مستني أي حاجة أخرى لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي حدث ولا حرج إدارة بتتعامل بكل احترام ومسؤولين على قدر المسؤولية قامات كبيرة الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي العمري فاروق وزير سابق وشخصية سياسية ورياضية مصرية بارزة مهندس خالد مرتاجي أمين السندوق ودوره في حسم ملفات وصفقات هم ما بيطلعش يحكي ويعمل وبتاع كل حاجة واضحة وصريحة وتواصل الدائم مع الفيفا دكتور محمد شوقي طبيب كبير في مصر والوطن العربي الأستاذ طريق أنديل معروف الأستاذ طريق أنديل بنكير وشخصية اقتصادية كبيرة تعالوا شوفوا رجل أعمال ناجح زي أستاذ محمد الغزاوي الأستاذ محمد الضماطي الأستاذ محمد الجرحي رجال أعمال ناجحين حسام غالي نجم من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر دكتور مهند مجدي بطل عالمي رياضي دكتور سراج دكتور في الجامعة الأمريكية عضو مجلس الشعب محمد الجرحي ورجل الأعمال في القطاع اللي شغال فيه مي بطلة دكتورة مي أو سيزة مي بطلة بطلة رياضية حقيقة كلهم قامات وحاجة مشرفة تفرح أن دول أعضاء مجلس إدارتك تفرح أن هذه الشخصيات هم أعضاء مجلس إدارتك تعالوا شوفوا لعيبة النادي الأهلي أدب وأخلاق حماس وإخلاص وانتماء لما تيجي تبص على لعيبة النادي الأهلي وتحلل دمهم هتلاقي دمهم بطولات وإنجازات بطولات وإنجازات وممكن القضية القضية ممكن وسوبر إفريقي ومصري وثالث العالم وليلة كبيرة ساعتك مش هتلاقي في دمهم غير الأهلي وبس بالتأكيد لما نيجي نتكلم عن الأهلي أو عن مجلس إدارته أو عن جمهوره بيكون فخر لنا كلنا كأهلوية عمرنا ما شفنا في الأهلي خروج عن النص عمرنا ما شفنا الصراعات والخناقات والإهانات للرموز بهذا الشكل اللي احنا عملين نشوفه بقالنا فترة عاوز تتعلم المبادئ والاحترام وحسن الخلق وعفة اللسان وعايز تتعلم الإدارة تلاتة شارع صالح سليم بالجزيرة هتخش كده جوه هتلاقي المبنى الاجتماعي الدور التاني قاعة قاعة الأسطورة صالح سليم هتلاقي فيها مجلس إدارة من نادي الأهلي مجلس بروح الفانيلا الحمر عشان كده نهاردة شعاري في هذه الحلقة الحمد لله على نعمة النادي الأهلي